طبعاً ما يفعش نتكلم عن الماتش من غير ما يكون كمان مؤمن زكريا حاضر في كلامنا وبالمناسبة مؤمن زكريا عيد ميلاد والنهاردة 12 إبريل بنقوله كلنا كل سنة وانت طيب وبخير وبسعادة وربنا يمن عليك بالشفة إن شاء الله في أسرع وقت طبعاً عجبتنا كلنا لقطات حلوة كتير عجبني أنا شخصياً في الماتش ده احتفال كهرباء بمؤمن زكريا بعد التكويق باللقب وهو طبعاً لابس التشيرت اللي عليها صورة مؤمن زكريا وكان مكتوب عليها في ظهرك وهانت يخوية جملة بليغة جداً وعفوية جداً وطالع من القلب جداً ووصلت لكل الألوب بسرعة جداً كهرباء كمان كان ليه جملة مهمة جداً قالها بعد التكويق بهذا اللقب لما قال كان نفسي أجيب هدف حسم المباراة عشان أهديه لمؤمن زكريا طبعاً مش محتاجين نتكلم كتير عن مؤمن زكريا يكون واحد من أكتر اللعبين المحترمين والمحبوبين في الوسط الرياضي من كل زملائه وكل الجماهير وبالمناسبة أنا كلامي ده مش بس ينطبق على الأهلوية أهلوية وغير أهلوية لأن كل فترة كده يجود علينا الزمن بلعب استثنائي أخلاقاً وكارزمة ولعباً وبالتالي محبة في قلوب الجميع وهذا الكلام ينطبق بحة زفير وعلى مؤمن زكريا كل سنة وانت طيب يا مؤمن وان شاء الله هانت وربنا يعافيك ويتم شفاك على خير بإذن الرحمن